طيب نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على الصحافة الرياضية وتحديدا على جريدة الشروق حيث تتواجد حاليا زميلتني العزيزة النورهان تمان وتعرفنا كده وتقرأ معنا اهم الاخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع واللي من ضمنها خبر اعتقد انه جيه في موقع يلا كورة لو انا مش غلطان والخبر ده مرجعيته الاتحاد المصري للكرة القدم وفيه تأكيد انه مش هيكون فيه تغيير في النظام الدولي الموسب اللي جاي ده العنوان التفاصيل بقى احنا تعرف عليها حالا صباح الفل عليك النورهان نتفضلي احنا سمعينك يا صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة نادي الاهلي في كل مكان احنا هنا من مقر جريدة الشروق زي ما قلت يا كريم معنا اخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم واول خبر معنا فعلا من موقع يلا كورة عن نظام الدوري ناس كتير جدا تسأل التحول يعني الموسم الجديد هيكون شكله ازاي وكان فيه اقاويل كتير انه شكله هيتغير وانه روي فيتوريا ناس قالت ان روي فيتوريا طلب تغييره وناس قالت لا روي فيتوريا مصممة على لعب الدوري بنفس الشكل ايهاب الكومي عضو مجلس الكورة المصري يمكن يعني رد في تصريحات رسمية امس نقلتها اليوم نقلتها نقلتها موقع يلا كورة بعنوان اتحاد الكورة لا تغيير في نظام دوري الموسم المقبل واستكمال الكأس خلال توقف المونديال زي مونالكم ايهاب الكومي وعضو مجلس اتحاد الكورة المصري قال انه لا مساس ولا تعديل فيه نظام الدوري هيقام على دورين ومشاركة 18 فريق كمان قال انه الموسم الجديد هيبدأ يوم 16 اكتوبر المقبل وفتح باب القيد اول شهر سبتمبر القادم كمان في تصريحاته والبيان الرسمي عن اتحاد الكورة قال انه الدوري ستوقف خلال مونديال قطر وانهم خطبوا الفيفا لاستكمال كأس مصر في هذه الفترة ولم يتم الرد حتى الان ويا تاني خبر معنا من موقع وجريدة الشروق ريال مادريد يقلب تأخره الى فوز على الميريا في الدوري الاسباني قال بريال مادريد طبعا في ضمن منافسات الجولة الاولى في بطولة الدوري الاسباني تأخره بهدف امام نادي الميريا الاسباني الصاعد حديثا من الدرجة التانية لفوز بهدفين مقابل هدف يمكن كان مكانة مباراة مسيرة طبعا تقدم الميريا في الشرط الاول وظل متقدما في الشرط الاول على بطل الموسم الماضي وبطل دوري ابطال اوروبا وايضا بطل السوبر الاوروبي الى ان طبعا تحقق ريال مادريد التعادل في الديا واحد وستين ثم ديفيد ألبا في الهدف الثاني وهدف الفوز في الديا اربعة وسبعين وتالت خبر معنا من موقع اليوم السابع ويمكن اخبار غريبة جدا عن ميسي ورونالدو في الفترة الاخيرة بانتباعها بعدما كانوا الاثنين هم ملوك الكرة العالمية ولكن يمكن دوام الحال من المحال واول يمكن الغيس لميسي خروجه من الترشحات للبالوندور والكرة الزهبية ويوم السابع عنونت في تقريرها عن ميسي اليوم ميسي خارق قائمة أغلى خمس لاعبين في القيمة التسويقية لنجوم باريس سان جيرما طبعا النجم الأرجنتيلي ليونال ميسي في تقرير اليوم السابع ذكر انه جاء في المرتبة السابعة بالحيث القيمة التسويقية بقيمة خمسين مليون يورو كمان يمكن طبعا نوه التقرير ان خروج ميسي كان مفاجئ من طبعا سباق البالوندور اللي يمكن هو يعد أكتر لعب حصل على هذا اللقب سبع مرات منذ تأسيس البطولة قبل ستة وستين عام آخر خبر معنا ومنشستر يونايتد أيضا وتين هاج يدافع عن نفسه بلوم لعبي بعد الخسارة أمام برينفورد بأربع أهداف دون رد خسارة قوية جدا على منشستر يونايتد دي تاني خسارة على التوالي منذ بداية الموسم ودي طبعا كانت مباراة الجولة الثانية تين هاج ألقى باللوم في المؤتمر الصحفي على اللاعبين وبعنوان الشرق الأوسط عنوان التين هاج لعبوا منشستر ألقوا بخطتي في سلة المهملات يمكن يعني حقق رقم سلبي طبعا المدير الفني الجديد لمنشستر يونايتد واللي كان بيعقد عليه أمال كبيرة جدا لتغيير حال أو وضع الفريق ولكن بيتلقى هازمتين في البطولة طبعا دوري يعني وبيقع في آخر الجدول حتى الآن خلينا كمان نقول لكم أنه قال في تصرحاته قد يكون لديك خطة جيدة لكنك تلقي أو لكن اللاعبين ألقوا بالخطة في سلة المهملات دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة الشرق شكرا لهم جدا وعودا إلى الاستوديو ده احنا منشكور الجزيل الشكر زبينتنا العزيزة نورهان تموان على التغطية الحلوة دي كالعادة طبعا شكرا جزيلا بيك